تابع قطاع الخدمات الأساسية آخر تطورات الحالة الجوية المونسون والتي تستمر تأثيراتها على سلطنة عمان واتخذت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبلديات المحافظات الإجراءات اللازمة لفتح وتنظيف مسارات الطرق لتسهيل حركة المرور كما قامت شركات مجموعة نما بنقل وتوزيع الكهرباء وإعادة الخدمة في بعض المناطق المتأثرة بالحالة الجوية من جانبها تابعت هيئة تنظيم الاتصالات والشركات المرخصة أوضاع خدمة الاتصالات في بعض المناطق المعرضة لانقطاع الخدمة فيها وفي قطاع الوقود أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على استمرار نقل وتسويق الوقود والغاز وتوفير مستويات آمنة في جميع المحافظات